بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي على نور الأنوار وعلى سر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا بحضراتكم الذي يتدبر القرآن الكريم ويجد الآيات القرآنية التي يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين الذين تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن هذه الآيات كلها في القرآن الكريم جاءت في بداية الآية في صورة أوامر ونواهي يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالآية الكريمة بدأت بهذا النداء يا أيها الناس ويجد كذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهكذا حينما ننظر في الآيات القرآنية نجد أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بهذا النداء إما يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا إلا آية واحدة في القرآن الكريم بدأ الله سبحانه وتعالى فيها بأمر يختص بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه الآية الكريمة بدأ الله سبحانه وتعالى فيها بإخبارنا أن الله سبحانه وتعالى يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى حبيبه وعلى مصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى لحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم فيخبرنا الله أنه بدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ثنى بالملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أيضا يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء النداء الذي يحرك القلوب ويحرك الأجساد ويحرك الأرواح التي تعلقت بحبيبه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة من الله سبحانه وتعالى هو الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الملائكة الكرام الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنا أن نطلب من الله أن يصلي ويسلم على حبيبه وعلى مصطفى فنقول الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه الآية الكريمة التي فيها صلاة من الله ومن الملائكة الكرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التشريف أفضل عند الله وأكرم عند الله سبحانه وتعالى من تشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له سيدنا آدم عليه السلام لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم سجد الملائكة لآدم عليه السلام لأن الأمر كان من الله سبحانه وتعالى أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن الله بدأ الآية الكريمة قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي فهذا التشريف الذي فيه رب الأرض والسماء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من تشريف كان من الملائكة الكرام سجود الملائكة لا يجوز أن يكون الله معهم حاشاه سبحانه وتعالى سجود الملائكة لآدم عليه السلام لا يعقل أن يكون الله معهم وإنما في هذه الآية الطيبة المباركة كانت الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ينبئنا عن أمر عظيم أن هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ثواب كبير ولها فضل عظيم بل وتزيل الهموم والقروب وهذا سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال أجعل لك الربع قال ما شئت قال النصف قال ما شئت ففي الختام قال له حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما قال أجعل لك صلاة كلها يا رسول الله قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وفي الختام نكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا إلى أن نلقاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته